السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اغلى بنات واغلى مطابعين في الدنيا عاملين ايه النهاردة فيديو جديد ويوم جديد من يوميات بوسي والفيديو النهاردة فيديو مش تروات لحوم العيد زي ما انتم شايفين احنا بنعشق الحاجات دي في ناس كتير ما بتحبهاش وناس كتير ممكن تقرف منها لكن احنا من عشاق الحاجات دي وخصوصا في ايام العيد وايام الوقفة بيبقى ليها طعم ومزق تاني غير اللحوم التانية خالص طبعا مش تقعد معي في العيد بس طبعا بتقعد معي فترة بعد العيد اول حاجة بدأت بيها جتة كرشة وجدت بزيادة لان والتي بيحبوها جدا بيحبوا الكرشة قوي طبعا ده كله لسه يتنظف اهو بتتنظف بكل سهولة ما بتاخدش وقت معنا خالص في التنظيف هما بيقوا حط لها حاجة كده بتخلي التنظيف بتاعها بيبقى سهل جدا بس هما ما عندهمش وقت ينظفوا فاحنا هنضفها مع بعض بازن الله هما بيقوا حط لها الحاجة دي فهنا بتتشال معايا بكل سهولة بتاخدش معايا وقت انا جبت الكيلو بعشرين جنيه من الكرشة دي ده خمسة كيلو بمية جنيه خمسة كيلو كرشة بمية جنيه طبعا بيعودوا معايا فترة مش ايام العيد بس اه وجبت كمان بومبار ده كله ونص بومبار اه البلد دي حلو جدا ورفاية وحلو اه ده لبسها ما تنظفش برضو هيتنظف اه الكلو عمل اربعين جنيه ده كله ونص بستين جنيه وجبت كمان الفشة الفشة احنا ملناش فيها قوي فجبت هو كيل واحد اه من الفشة علشان ابقى ح اه مع التحال ده جت كمان تحال. التحال اه ده فيه فيه غزة حلو جدا. للناس اللي عندهم انيميا وفقر دم. اه التحال والكبدة حلوين جدا للناس اللي عندهم اه فقر دم اه وانيميا. فانا جتت تحال. التحال ده عمل خمسين جنيه. طبعا نماردش نزل فيه خالص. وجت جمان نص كيلو كبدة. النص كيلو كبدة شريح ده عمل خمسين جنيه والنص التاني برضو ده عامل خمسين جنيه يعني الكيلو بمية جنيه بسعر اللحم. اللحم هناك عاملة مية جنيه كيلو اللحم البلدي بمية جنيه كيلو في الفيوم. انا جايب الحاجات دي كلها من الفيوم. كنت في الزيارة هناك قعدت حوالي اسبوع كده وجدت الحاجة دي معي وانا جاية. لان الحاجة هناك آآ نزيفة جدا وارخص من هنا بكتير. وجدت كمان لحم مفرومة برضو زي ما قلت لكم سعر اللحم بمية جنيه كيلو. ده كيلو ونص لحم مفرومة. بحتاجها كتير طبعا في العيد للرؤاء وللجلاش. فانا جدت كيلو ونص آآ بمية وخمسين جنيه. اما بقى دي الكوارع. الكوارع هناك رخيصة جدا في البلد. ما بيعني هم مش بيكلوها قوي تقريبا. فالكوارع هناك كتيرة ورخيصة جدا. الكارع ده عامل تلاتين جنيه. طبعا هو قال لنا باربعين في الاول. بس احنا لزلنا معاه وخدنا الكارع بتلاتين جنيه. آآ دول خمس كوارع عاملين مية وخمسين جنيه. الخمس كوارع. طبعا ارخص من هناك كتير جدا. مفيش هنا كارع هتلاقي بتلاتين جنيه ابدا. فالكوارع هناك رخيصة. فعشان كده انا جبت خمسة عاملين مية وخمسين جنيه. الخمس كوارع. آآ ما بتاخدش السوى خالص. جبتها صغيرة عشان بتاخدش السوى كتير. آآ وكمان جبت لحمة راس ولحمة لسان. برضو بيبقى لها طعم تاني عن اللحمة التانية خالص. ومزاق تاني خالص. ده لحمة اللسان دي الكيلو عامل فيها سبعين جنيه. لحمة اللسان. اما لحمة الراس اللي هي دي من غير لسان الكيلو عامل ستين جنيه. يعني لحمة اللسان لها سعر ولحمة الراس لها سعر تاني. فانا جبت من دي وجبت من دي. آآ ده آآ حوالي اربعة كيلو. قطعوا حوالي اربعة كيلو. اللسان بلحمة الراس. آآ اللسان عامل سبعين جنيه. ولحمة الراس عاملة ستين جنيه. آآ بتحقيق المشتروات حلوة يعني والاسعارها حلوة. اسعارها مش غالية. الحاجات دي بتنفعنا طبعا في ايام العيد. وزي ما قلت لكم مش في ايام العيد بس. احنا من الحاجات دي بتنفعنا فترة كبيرة بعد العيد. وطبعا آآ في ناس عشاق طبعا في الوقفة يعملوا الحاجات دي. بتبقى حلوة جدا في الوقفة. احنا من عشاك كده. وكمان عايز اقولك برضو على فكرة انا لما باقي اعمل الحاجات دي من كل حاجة باشيل منها قطعة مستوية. يعني انا لو عملت الكرشة النهاردة باشيل منها حتتين تلاتة. آآ في الفليزر في قلبي كيس او علبة. نفس الكلام البنبار باشيل منها حتتين تلاتة. آآ الفشة الطحال الحاجات دي كلها. كل ما بعمل حاجة باشيل منها حتتين تلاتة وبعد كده بنجمعهم. وبعملهم سمين بالبصل والفلفل. بتبقى حلوة جدا وما حسيتش خالص بيهم. آآ اتمنى الفيديو كنا عجبكم واتمنى يا رب آآ اللي ما اشتركش في القناة ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس. علشان يوصل لكم كل جديد. تنسونيش بقى في اللايك والشير. وكومنت حلو كده منكم. وكل سنة من طيبين. وعيد سعيدة علينا جميعا يا رب. احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة